يا قتل 77 شخصا على الاقل واصيب حوالي 60 اخرون بجروح في حادث انقلاب شاحنة لنقل بضائع كانت تقل ركبا على الطريق بين مدينة بامباري ويبي في وسط جمهورية افريقيا الوسطى وقال مئيشال زهنجي المسؤول في مستشفى بامباري في تصريح صحفي ان 59 جثة حفظت في مشرح مستشفى بامباري و18 جثة تسمها فوها لدفنها من جهتها قالت منظم اطباء بلا حدود ان حوالي 60 شخصا اصيبوا بجروح في الحادث نقلوا الى المستشفى نفسه وبحسب رئيس بلدية بامباري بيل ماتشي باتا ان الشاحنة ذات الاطارات العشرة كانت تنقل اطنان من الوضائع واشخاصا كانوا راحلين من سوق مالوم حين انقلبت بكل حمولتها من جهته قال مسؤول امن في بامباري لقد احصينا 77 قتيل غالبياتهم من الرجال ولكن هناك الكثير من الجرحة بعضهم حالتهم خطرة مشيرا الى ان الشرطة فتحت تحقيقا لجلاء ملابسات الحادث ترجمة نانسي قنقر